وتعالوا ناخد أول سؤال من أستاذة دونيا أستاذة دونيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أنا دونيا اللي كلمت حضرتك مبارح فكرني أه بقول لحضرتك أنا عاوزة فما معنى أن ربنا ما بيقبلش دعاء في اسم أو قطعة راحة ومعالش سؤالي التاني أولا يفضلت الشيخ لما دعيت على والدتي سواء دعيت بصوتي أو لا هو ربنا هيقبل الدعاء اللي أنا دعيته عليها والله هو يبقى ربنا عالم أن أنا بحبها أو أنا ما كنت شخصه بأن أنا أدعي عليها أولا دا سؤالي طيب دونيا مش أنا سألت حضرتك إحنا عندنا وسواس أو لا حضرتك آه وأنا عندي وسواس في كذا حاجة عندي وسواس في طهارة خلاص أنا أجاوب حضرتك يا سيد زولان أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك يا سيد زولان أول حاجة كل اللي أنت بتدعيه تحت تحت الوسواس الله سبحانه وتعالى مش هيحسبك عليه وأي دعاء تدعيه على والدتك الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا رغما عنك ليه طيب لأن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه ممكن يبقى الوسواس قارف وما استكروه عليه وممكن يكون يدخل في الرواية التانية اللي هو مسألة كمان إيه أو ما حدثت بيه أنفسه فإن شاء الله سواء تلفزتي أو ما تلفزتيش إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ والدتك وهو عارف أن أنت بتحبيها ومش هيأخذ بهذا الكلام اللي بيجري على أفكارك ولا بيجري على لسانك لأن دوات معروف الندوات من المرض لكن نصحتي أن حضرتك لو سمحتي اهتمي بمسألة العلاج ترجمة نانسي قنقر